شوفوا تعرفون الأشعث ابن قيس لعنه الله رجل خبيث لكنه كان من الزعماء القبليين لقبيلة كندة في زمان النبي صلى الله عليه وآله هذا الرجل يعد بمثابة الطلقاء هكذا يعني أسلم بعد الفتح وجاء مع وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله أظهر الإسلام يعني المفروض رجع إلى قومه ثم ما لبث أن لما استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ارتد مو بس هو ارتد ارتد معه قومه لأنه زعيمهم وارتدت معه أخته التي كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تقريبا آخر شهرين ثلاثة أشهر من حياته حملت إليه حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله اسمها قتيلة بنت قيس الكندية هذه أخت الأشعث ابن قيس ارتدوا وآمنوا بمسيلمة الكذاب لعنه الله وبعد ذلك تزوجت هذه المرتدة بعدما أظهرت أنها عادت إلى الإسلام بعد المعركة التي حصلت بين جيوش أبي بكر وجيش مسيلمة التي أسير فيها الأشعث ابن قيس واقتيد إلى أبي بكر بالمناسبة وأبو بكر من عليهم فأطلقهم أطلق سراحهم وفي نفس اللحظة زوج الأشعث ابن قيس أخته أخت أبي بكر نفس اللحظة هذا المرتد جاب بنفس اللحظة ارتضاه صهرا تمام وهذا مما نقذفه في وجوه الناصبة والمتخلفين عقليا من المخالفين الذين ما زالوا يكررون هذه الكلمة السفيهة التافية التي هي تنم عن عدم إدراك لأوضاع تلك الأزمنة إذ يقولون لو كان مثلا عثمان غير صالح فكيف زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته كيف زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته لعمر حسب روايتهم طبعا وحسب ما هم يؤمنون به ونحو ذلك يعني هذه الأمور التي يطرحونها طيب هذا الأشعث ابن قيس كان صالحا طاغيتكم أبو بكر لماذا زوجه وارتضاه صهرا مرتد كان مرتد فإن قلتم زوجه وصاهره لضرب من ضروب الاستصلاح أراد أن يعني لا يعيده من جديد إلى الكفر أنه يحاول خليل رابط معين ولو نسبية حتى يثبت على إسلامه مثلا فيريد أن يستصلحه ويستصلح قومه من ورائه كما فعل لوط عليه السلام إذ عرض بناته على أولئك القوم من قومه الفاسدين حتى يستصلحهم إن قلتم هذا فالجواب هو الجواب سوي لكوبي بيست رد بي على نفسك قضية ما أسهلها يعني بس كافي تخلف عقلي كافي